قانون حظر النقاب في بلجيكا دخل حيز التنفيذ اليوم بعد أن تم التصويت عليه بالإجماع في البرلمان البلجيكي في 28 من شهر أبريل نيسان الماضي هذا ما يجعل من بلجيكا البلد الأوروبية الثاني الذي يطبق قانون حظر النقاب من بعد فرنسا المشارعون البلجيكيون كانوا قد وافقوا على فرض عقوبة على كل من ترتدي النقاب في الأماكن العامة بدفع غرامة تصل إلى 173 يورو وقضاء سبعة أيام في السجن القانون الذي يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة لأسباب أمنية تعرض الانتقادات على نطاق واسع من قبل جماعات المسلمين خارج أوروبا يذكر أن عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب في بلجيكا يبلغ حوالي 270 امرأة